اللهم صلي على صلى الله عليه وسلم لله ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم سعدتي يا غريب يا مغلوم كربلة يا مسلوب العمامة والردة يا ليتنا كنا معكم سعدتي فنفوز فوزا عظيما ورد عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه أوحشوا ما يكون ابن آدم في ثلاثة مواطن يوم ينزل من بطن أمه فيرى الدنيا وأهلها ويوم ينزل في قبره فيرى الملايكة هناك وعالم البرزخ ويوم يكون بين يدي الله ويرى أحكاما لم يرى مثلها في الدنيا طبيعة الحال أن عالم الآخرة يختلف تماما عن عالم الدنيا وأذكر بحول الله وقوته أذكر لك بعض هذه الاختلافات لأجل الاستفادة منها في الدنيا والتزود للآخرة هناك أمور تختلف في عالم الآخرة عما هي عليه في عالم الدنيا الأمر الأول الشمس الشمس في عالم الدنيا تعتبر أحد المصادر الرئيسية في الحياة نتيجتها أن أشعتها تبثها وتبعثها في كل يوم يبقى النبات حيا ويحصل غذاؤه من أشعة الشمس وزيادة ويحصل من نتيجة هذه الأشعة النمو والزيادة والعطاء وبهذا العطاء يتأمن غذاء الإنسان والحيوان بهذه الشمس إذن حياة الموجودات كلها مرتبط ارتباط وثيق بحيث يتوقف وجودها على وجود هذه الشمس وكذلك الماء هو سبب وجود هذه الحياة أو أحد أسباب وجود هذه الحياة الله سبحانه وتعالى ماذا يقول وخلقنا شوف هاي السببية وخلقنا من الماء كل شيء حي هذه الشمس تشرف ماذا يحصل للماء تحصل عملية التبخير تشكلت غيون تسوقها الهواء فتنتشر في كل مناطق الأرض فتبث ماذا ماءها بالمطر يصل يصل الماء إلى الأرض عن طريق الأمطار بواسطة ماذا أشعة الشمس النبات يبقى حي الإنسان يشرب يبقى حي وباقي المخلوقات هذا كله في الدنيا في الآخرة نفس هذه العملية أم لا وإذا لم تكن هل يوجد هناك أدل على ذلك أم لا الآن فهمنا أن حياة الإنسان مرتبطة ارتباط وثيق وباقي المخلوقات بهذه الشمس هل توجد شمس في الآخرة أم لا في الآخرة في المكانين إذا صح التعبير يعني في الجنة أجارنا الله وإياكم وفي النار لا توجد شمس لماذا لأن قوانين ونظام ذلك العالم غير قوانين ونظام هذا العالم قرآن قرآن صريح أن الشمس لا توجد في الآخرة معنى ذلك هناك لظام آخر لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا من الذي لا يرى ذاك العالم سواء كان أهل الجنة وأهل النار لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا إذن ماذا هناك يوجد ظلال ما يسمى بالظلال بسم الله الرحمن الرحيم هم وأزواجهم اللهم صلى على محمد وعلي محمد هناك شنو في ظل ظليل ودانية عليها ظلالها هم وأزواجهم في ظل على الأرائك ماذا متكئون لا توجد هناك شنو شمس يوجد نظام آخر الله سبحانه وتعالى يشير إليه في أكثر من مورد من القرآن الكريم وكذلك في النار أيضا لا توجد شمس أيضا يوجد ظلال شمس ما موجود انطلقوا إلى ثلاث انطلقوا فيها أو انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب هاي في نار جهنم إذن في ظل من يحموم آية أخرى في ظل من يحموم أو من يحموم لا بارد ولا كريم أما شدة الحرارة ما سكوت عنه فماذا نستفيد إذا لا توجد شمس ولا عملية تبخير إذن ما ما أو بعض الأماكن فيها ما لا قل تغدير خل ننظر علما إلى الجنة في الجنة لا توجد شمس ما قرآن صريح ماذا يقول جنات عدن تجري من تحتها ماذا الأنهار يوجد ما لكن لا يحتاج إلى هذه الشمس فرق آخر أمر ثاني الفاكهة في عالمنا الدنيا في هذا العالم أي نوع أو أي صنف من أصناف الفاكهة واحد يأكل فاكهة يتذوق طعم واحد ولكل نوع أو صنف من أصناف الفاكهة له شجرة واحدة ما تحصه وهذا النوع ماذا يأتي في فصل واحد وكلكم تفهمون مسائل الزراعة والثمرة فيها مدر أو نواة اللهم صلى الله أما في الآخرة يختلف لأن النظام يختلف الثمر الواحد من الفاكهة يتذوقها أهلها لها ألف طعم هذا وارد في الروايات لها ألف طعم وليس فيها بدر أو نواة وهي مستمرة على مدار أيام ماذا السنة ليس في فصل دون فصل في كل الأوقات لكن الشجرة الواحدة هناك لا تحمل صنف واحد جميع هذه الأصناف وغيرها هي الشجرة الواحدة ماذا تحملها وزيادة وزيادة هنا في هذا العالم تتمنى نفسي بالعام قلة تشتهي نوع معين يروح يقصد للسوق إذا عنده خرجية وإذا لقاب السوق يجيبهن وإيجيه في الآخرة ماذا بمجرد أن يخطر في ذهنك تأتيك لهم ما تشتهي الأنفس وتلد الأعين بمجرد مشتهات الأهل النعيم يشتهي شيئا بالمباشر ذلك الشيء يأتيه هذا وين هذا ما موجود بنظامنا هنا ونظامنا هنا ما موجود فرق آخر أمر آخر العبادة عباداتنا هنا أكثر عباداتنا هنا اثنان يصليان في مكان واحد قريب من الآخر إذا كانت العبادة شنو غير جهرية هل يعلم ماذا تكلم ماذا قال ماذا طلب ماذا فعل لا يعلم يعني مثلي ومن مثل أمثالي أنه شنو لا أستطيع أن أقرأ خاطرك وما ينطوي عليه جنانك وكذلك فكرك وكثير من الأعمال حتى الظاهرية في بيته لا أعلم هل هو يصلي لا يصلي صاهم أو غير صاهم لا أعلم ولا تعلم عني شيء ماذا أضمر لك وما تضمر لي لا أنا عرف ولا أنت تعرف أولياء الله يعرفون لكن المعرفة بالنسبة لي ولي أمثالي في الدنيا شنو غير ليس لها شنو تحقل ليس لها وجود في الآخر مثل أمثالي لا الكل يعرف الكل يعرف كيف قرآن فريق بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبل السرائر تنفتح تنكشف فما له قوة ولا ناصر يوم ينظر المرء ما قدمت يداه آية أخرى ليروا أعمالهم أخرى أنقل على الآيتين ووجدوا ما عملوا ماذا حاضرا ووجدوا ما عملوا محضرا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه شيء آخر في هذه الدنيا أأتي وأنت أتيت أنا أتيت وأنت أتيت والكل يأتي يخرج إلى الدنيا من بطن أمه أما في عالم الآخر الكل 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 يخرج من أين من بطن الأرض بعد الإنسان نشأة تدريجية من اللفة والقماط والقماط لفة الحضينة إلى أن يصير شيخ بعدها ينتقل إلى عالم الآخر تحت الأرض وتأتي أجيال بعد لكن في عالم الآخر يختلف الحال ليس تدريجيا وإنما ماذا يكون عملية دفعية الكل يخرج دفعة واحدة في عالم الآخر الكل يخرج دفعة مرة واحدة والآية ذكرناها إذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ماذا ينسلون أمر آخر فرق آخر أن هذه الدنيا بالتالي هي فانية ليست هي لوحدها هي ومن عليها الكل ماذا فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الكل شنو يجري عليه الفناء أما في الآخرة أكو فناء لا هنا أكو موت وأكو فناء في الدنيا موت وفناء الموت الموت إزهاق الروح خروج الروح إما بالقتل إزهاق أو بالموت خروج الروح أما الفناء هو الخراب في الآخرة لا فناء ولا موت بس يوجد شيء آخر ليس محل الآن يطول إذا أدخل به في الآخرة لا يوجد موت لأنه شنو لا يذوقون شنو فيها إلا الموتة الأولى بس هاي الموت بعد وراها شنو بعد ما يكن موت حتى أنه شنو في الرواية أنه يؤتى عن أهل البيت سلام الله علينا جمعين يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح يعني في الآخرة بعدك موت ما كموت هم فيها ماذا بعد شنو ذلك يوم الخلود هم فيها خالدين أمر آخر يختلف عالم الآخرة عن عالم الدنيا أن هذه الأرض هل يستطيع أحد أن يجزم ويقول أنها تتكلم وهل يستطيع أحد أن يجزم ويقول أنها لا تتكلم لأنه عقلية البشرية حاليا هذه الحقبة أنه شنو متأثر بالعالم المادي لا أؤمن بشيء ما لم ألمسه وتحسسه وأراه أتعامل معه مباشرة وكلامنا عن الآخرة لم يرها أحد من الأحياء إنما شنو ذكرت لنا عن طريق الصادق الأمين وآل بيته الطيبين الطاهرين أجمعين سلام الله عليهم أجمعين والمنكر للآخرة والاعتقادات الحق هذا شأن لكنه لا يستطيع لا يستطيع قطعا ويقينا لأن هذه الأمور يعبرون عنها أمور معنوية من المجردات ليس فيها مادة نحن نسأل المنكر للي يسمعني طبعا ليس في هذا المكان إنما كثير في الآن نقل مباشر كثير منهم من ينكر هذه المسائل أنا أسأله سؤال وعليه أن يكون منصفا بحق نفسه هل يستطيع أحد ويقول إني لم أرى مناما في حياتي لا يستطيع أحد ولو لأي يوم من أيام حياتي هو نايم بغرفة أربع جدران وثقف ومقفل الباب وتحت الفراش ويرى نفسه يركب يصرخ يتكلم يخطب يمشي في مزارع عبر قارات شاف ما أدرو وين عالم غير هذا العالم تكلم مع أناس غير ذول تكلم مع أموات يقعد الصبح يقول أنا شفت قيت وقيت وقيت جيد هذا اللي شفته من قعدت بكل هذا الوجود زين أنت فرعت سبع قارات ونت بعدك بفراشك بمن رحت رحت بهذا البدن لو شيء آخر وشيء آخر في أثرة مثلا نايم خمسة ستة سبعة وسمعون أنه شنو يصرخ بعض الأثرة الأم يباو على أولاده من هو نايمين أو صدفة يرى أحد أولاده شنو مبين عليه أنه رأى رؤية مثلا مزعجة يقعد ها خير يشكر جزاك الله خير قعدتني خير فما قشي شيء يقول يجاني فلان وحشيت وياه وطالبت وياه وتعاركت وياه وشردت منه وانطيت واخذيت ورحيت وسافرت واركضيت وجيت وكيت وكيت طبعا الأسرة قاعدة سنقل لأنت إحنا نعرف بي صادق مو كاذب أسرة أو أصدقاء قسم داخلي بالجيش بالشرطة بالمواكب نايمين بسفرة طالعين خمسة عشر عشرين هو نايم بنصهم وهاي كلها جرت علي ويعرفون هو الرجل ما ما يتقرب للكذب مو من شعنياته فكلامه صادق من راح ينقل لهم صادق لو كاذب صادق فيقلول ياب احنا يمك هنا بس انت سمعت احنا ما سمعنا يقينا بس هو سمع الذي ينكر الوحي لانه يريد كون مثل ما نزل على محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله كون انا اشوف يا الله صدق ان محمد شنو ينزل عليه الوحي واصدق بان القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله هذا صدي لي اشبت الوحي كون الوحي هم يجي مر علي يوقع لي الله يروح المحمد عد ذلك يا الله صدق اكوه اشعق لي سنقل لي انت هنا تب غرفة ورحت في الرئيس سبع قارات وجيت بايش رحت تقدر تنكر هذا رحت بي هو انت اللي شفت مو ان اللي شفت علي اتحال فموضوع الاخرة الذي نتكلم عنه اما قرآن او كلمات الرسول اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين صح احنا ما شايف بس ما يقولونه ما يقولونه ماذا حق جي هذه الارض قلنا لا احد يقول يقدر يقول هي تتكلم ولا احد ينكر انها تتكلم اذا القول الفصل ماذا عندنا ايتا قرآنية اعزائي ظاهرا الي ومثل امثالي لا نستطيع شنو نفوسنا غير مرتفعة وعالية حتى تسمع كلام الارض قرآن ماذا يقول في آية من آياته المباركة وكل آياته مباركة وقال الإنسان ما لها طبعا الألف واللام في كلمة الإنسان هاي للإستغرار يعني الفرد الذي جمع كل صفات الإنسانية وزيادة هو هذا وفي الرواية هو علي سلام الله عليه أنه اهتزت الأرض اهتزت ضربها بيده قال لها مالكه مدي وقال الإنسان ما لها يومئذ ماذا تحدث أخبارها تحدث يعني تتكلم متى ليس هنا وين في عالم الآخرة يؤتى بالأرض وتكون شاهدة علي وعليه وعلى كل البشرية كل من كل من وطأها بقدميه هي تشهد تشهد ماذا إن كان فعلي خير فتشهد لي وإن كان لا سامح الله فعلي شر فهي تشهد علي ولذا لماذا سمي الشهيد شهيدا فيه عدة معاني أنه نفس المستشهد يكون شاهدا على كثير من الناس ومعنى آخر أن الأرض التي وقع عليها تشهد له عند الله سبحانه وتعالى وشيء آخر أن الأرض لما يصلي عليها هذا الإنسان هذا المكان المصلاية المقدار تفتخر بالرواية على جارتها من اليمين ومن الشمال ومن الأمام ومن الخلف بمقدار هذه المصلاية تقول لها بالرواية هكذا يا جارة لقد صلى على ظهر المؤمن لأنه على هذه الأرض حصلت بركة من ذكر الله على ظهرها من هذا المؤمن ولذلك أيضا في الرواية كل أرض صلى فيها نبي أولي من حيث لا نعلم هي شي جل جلال الله مشي مشي يبنى عليها ماذا مز إذن هذه الأرض تتكلم وإذا تكلمت هنا الآن كل إحنا لا نعرف كلامها ولا نستطيع أن نقول أنها تتكلم لكن في ذلك العالم تكون أحد الشهود في الخير ولا سامح الله أيضا تكون في الشر تشهد ولذلك أيضا في الرواية أن ضغطات القبر أجارنا الله وإياكم منها بالروايات تقول سبب ضغطة أحد أسبابها معصية الإنسان على ظهرها تنتظره متى يكون في بطنها حتى تضغطه زين المؤمن إن صلى عليها ولم يعص الله كل أفعاله صالحة وجيدة وذكر مثلة بسيطة الآن واحد فعل خير وتشوف المبعد تركض عليها الشبقة وتبوس به وإلى آخر لا سامح الله واحد بين وبين ما أدري شنو ما شنو فبس أريد أصلى حتى ماذا أعصر أضغط فرق آخر أمر آخر أن هذا اللسان في هذا الدنيا كل أجزاء البدم لا تتكلم بل المتكلم الوحيد في هذه الدنيا هو هذا اللسان هذا في عالم في عالم الآخرة هذا اللسان يلجن إذن من المتكلم المتكلم اليد والرجل والجل أيضا طرآن في ذلك يوم عفوا يوم نختم على أفواههم وتكلم ناما النظام في ذلك العالم يختلف عن النظام ماذا في هذا العالم هذه اليد ماذا فعلت تكون شاهدة وآية أخرى شهد عليهم ماذا سمعهم وبصرهم وجلودهم يشهد علينا بسم الله الرحمن الرحيم ولا يوثق وثاقه أحد كام من تشتفه من اللي يشتفه من اللي أوثقه وما ظلمناه وكانوا أنفسهم ماذا يظلمون فالذي وثقني هو عملي ويشهد عليهم سمعي وبصري ماذا وجلدي أما اللسان بعد ماذا انتهى دوره ولذلك يوميا صباحا في الروايات كل الجوارح الموجودة في النفس تتوسل تتوسل باللسان وتقول له بالحرف الواحد أجرنا أجارك الله يوميا صباحا لا يصدر منك كلام فيه خشونة اتآذي منه اتآذي أخوك المقابل تعرفه ما تعرفه لا تنقل كلام غير صحيح لا لا كلها اللاءات الكثيرة المتعددة والكل ملا آذان كن بيها هل توجد فروق نعم أن أسباب الحياة الدنيا هذه عالمنا هذا أسبابها شنو نقدر نذكر تلافة وهي الطلايب والهوسة وتقاتل وكلام ومدافع وأشكال وألوان هن بدن التلافة تلافة حتى حروب طاحنة تذهب الأرواح فيها بحق أو بغير حق هن تلافة شنو ذن التلافة الجاه السلطة المال هاي الأسباب أسباب الدنيا شنو ذن للتلافة جاه وسلطة ومال من جاه في الأسرة وجاه في العشيرة في المجتمع في الوظيفة وصع سلطة نرسي شي الحد ما تطلع إلى آخر الامبراطوريات والمال هو لكن بعض البشر تتحقق عنده وحدة مثلا بس جاه لا مال ولا سلطة واحد عنده سلطة بس لا مال ولا جاه واحد عنده مال لا سلطة ولا جاه واحد يجمحن ثلاثتها الكفر هاي بالدنيا بالآخر ذنني يشتغل نغاد هناك ما أسباب الدنيا ذنني ما لهم وجود بسم الله الرحمن الرحيم وتقطعت بهم الأسباب هاي الأسباب التي تتعاركون عليها ذاك العالم ما موجودة ما لها وجود ليست لها أهمية إنما هناك أسباب الدنيا ما زرعت شنو الآخرة هاي اعتقاداتك كلها الخمسة وأعمالك العبادية والقربات يا ديش ديش اللي توصل شيء آخر في هذه الدنيا لعمل أغلب ظلم في الآخر أكو ظلم لا ظلم اليوم يأتيهم النداء لا ظلم اليوم فرق آخر أعزائي في هذه الدنيا عالمنا تقريبا تقريبا لا تحقيقا أن الأكثرية التي سادت البلاد والعباد منهم هم الظلمة من ملوك من أمراء من وزراء من رأسة وزراء من جمهورية من ما أدري شنو من براتورية أكثرهم ماذا ظلم في ذلك العالم من سيد ذلك العالم سادات ذاك العالم من ليس الظلم اختلف القوانين أكو دليل علي رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا يقول يا علي أنقل بالمضمون أنت قسيم الجنة والنار هو بالآخر أشكو غير جنة النار لا أكو غير شي هو جنة ونار وثيق الذين آمنوا إلى الجنة ماذا زمرة وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة بعد كل شي مر هو لو جنة لو نار أمير المؤمنين سلام الله عليه قسيم الجنة والنار يأتي نحن نموت العبد سواء كان عاصي أو مطيع لله سبحانه وتعالى في حال الاحتضار شوف العظمة الله يرضى عنكم ويأيدكم ويسددكم يعني النعمة الثانية بعد الوجود هي نعمة الولاء نقضي عمرنا كله من الآن إلى أن مستجد شكر لهذه النعمة ما توفيها شنهي نعمة الولاء حال الاحتضار الله جل جلاله أنا شما علمنا غير من رسول الله وأهل البيت هاي نعمة الولاء أخذنا منهم شي سوون وشي سوى رب العزة والجلال حال الاحتضار ملك الموت يسحب الروح ووصلها شنه بلغت التراقي بس يأخذ هاي الشكل تنتهي من توصل هنا يقل له أقف رب العزة والجلال يقل له أقف خير يقل له سلعب ونبعد أنه شنه مباشر الكلام سلعب طبعا يجيب له صورة رسول الله وأهل البيت كلهم يوقفهم يم احنا ما نشوف احنا اللي قاعدين يم هذا المحتضر هو بس عانا شابحة بالعام يقل له شابحة يقل له تريد ويا ذول لو تريد ترجع له لك أنت خطأ الله الله جل جل الله يخير ني ويخير ك ها ما حد يدري بيها بس الصاحب الشأن اللي يجري عليه ثكرات الموت هو اللي يدري بيها احنا منين عرفناها ائمة اهل البيت هم قالوها يأتي ملك الموت يخير عبدي تريد تروح ويا ذول هس نؤمر ياخذوك تريد ترجع هنا كيف هو ليش ليش ما يرجع يقل لا خذني هنا ليش اعزائي ايضا فرق من الفروق في الدنيا شكو اكو نصد يعني عنا واكو تعب واكو الام الام واكو حزن واكو اكو اشكال كل ذني بالاخرة ما موجودة بالاخرة ما موجودة يا طفة الكهرباء يا اجة الكهرباء يا انقطع المي يا المي صافي مخابط الراتب اخروا الوزارة ما انطت هجموا علينا الفلانيين اجونا الداعشيين اللي اللعبان نفس اللي ابو يدور على لقمة خبز يوكل ازعاطيطة ماكو يريد يدخلهم بالمس لعبان نفس بلعبان نفس الناس خايفة من الموت عمي لا تخاف الله يرضى عنك ليش لا تخاف راح اذكر لك هاللعبان نفس هنا شنو هنا هذا اللعبان نفس بشغلة انه ازود الاخرة امير امير المؤمنين امامك علي ابن ابي طالب شي يقول يقول اه هنا من قلة الزاد وبعد السفر وعظيم المورد شغلتنا هنا شنو الدنيا مزرعة الاخرة بيكو ما بيك افتح اشتيلك اترس وروح روح ناكلين الطريق بعيد بعيد شوف الرواية ش تقول انتو سامحني شوية ادخل لك اوسع لك ش تقول الرواية يسأل الامام الصادق بالاختصار اتكررك بها شكل يقول لها بث عالمنا وآدمنا يقول لها لا ان عالمنا وآدمنا لهو شنو واحد من الف الف آدم وعالم ونحن آخر تلك الأوادم والعوالم شنو معناتها يعني احنا شنري وذا مليون عالم وآدم مليون عالم وآدم الاخرة صارت لو كلها الان بالقبور الآن احنا الآن راح نموت خو شوكت الروح جنة ونار البرزخ شوكت ينتهي صار مليون آدم والبرزخ ما مننتهي زيان هذا مليون آدم كل آدم بيه ما دري تشم ألف سنة تقضيها جوه بالتراب واني ما اخذ لي شنو ما اخذ لي نستلايا وربع بطل مي شي كفي شي كفي ولذلك امير المؤمنين سلام الله عليه ماذا يقول آهن آه من قلة الزاد وبعد السفر وعظيم المورد نذكر الله سبحانه وتعالى الآن اذا احنا متنا عود يطلع الامام الحج عجل الله تعالى فرجه ويستشهيد ويظهر وراء شنو خلفاء وعلى احد الاقوال سبعمية وخمسين سنة يحكمون ويظهر الامام امير المؤمنين بالرجعة وبعدين هو هم ايضا يكون دابة الارض وتنتهي البشرية وشنو والارض عد ذلك راح يجي نخلص من البرزخ ندخل وين بعالم البعث زين هذا عالم البعث ايش قيل مليارات السنين وراء عالم اخر اخر شن هو عالم النشوخ هم مليارات السنين ورايا عالم عالم الحساب مليارات السنين عالم الميزان عالم تطاير الكتب عالم الصراق بعد يقول لو جنة لو نار شم عالم هس احنا ستين سنة وارواحنا واصل يخشون بس النعمة والرحمة بهالستين سنة تقدر تجمع شنو زاد يكفيك حتى يدخلك للجنة ان شاء الله واذا كانت اعمالي هاي العوالم اغفرها كلها ما عندي ولا نقطة سودة بعد الله علي منه وخليني شنو رأسا يعبرني وحتى في دعاء الندبة سبعون الف لا يحاسبون بس مات منها طب ليغات للجنة لا هاي العوالم كلها عابر هور ايه شل شغلة بيه المهم نرجع في حال الاحتضار رب العزة والجلال شي يقل له يقل له عبدي اختار تريد تبقى يم ذو ولا تريد تروح يم هلك يقل له انا اروح يم محمد والمحمد صلى على محمد والمحمد يعوف امير المؤمنين لا يأتي في القبر يقول له يقول للملكين ذروه عفوه هذا ولي ويقول لاخر خذوه هذا عدوي يعوف على الصراط شنو عند ختم من امير المؤمنين عندك ولاية الامير المؤمنين تعبر الماء عنده ولاية خلي يدبر نفسك ما شي هاي نعمة الولاء يرحتاج لها شكر سجد شكر طول الأمر ما يعوفك امير المؤمنين جيد اذا رسول الله يقول سادات الاخر من اولهم عليهم لانه وين على الصراط اما جنة او نار بعد يقول رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة ماذا سيدة نساء اهل الجنة بعد الحسن والحسين سيداء شباب اهل الجنة اذا اسياد العالم الدنيا من اغلبهم ظلمة فسق فجرة اما سادات الاخرة من محمد وآل محمد صلوا على محمد النظام النظام يختلف ونحن وانتم نقرأ ماذا نقرأ زيارة عاشوراء للامام الحسين وفيها فقارتان الاولى اللهم ثبت لي عندك قدم صدق مع الحسين واصحاب الحسين الامام الكاظم سلام الله عليه يشير الى هاي الفقرة اللهم ثبت لي عندك قدم صدق الامام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول شيعتنا وان عن قلب المضمون وان زلت به قدم فان له عندنا قدم ثابت احنا نشلبين بها وحدة تروح يمن يسر بس وحدة من عدة احنا نشلبين بها الاهم احنا شري الفقرة الاخرى اللهم ارزقني شنو شفاعة الحسين يوم الورود وبعد ثبتني وين في الدنيا والاخرة اذا سادات ذلك العالم من هم سلام الله عليهم اجمعين ولذلك نجد ان الذين دافعوا يوم الطف مع ابي عبد الله الحسين سلام الله عليه لماذا هذا التمسك وهذا الاصرار على البقاء والدفاع بالغالي والنفيس بجهاد خالص ومخلص للحسين الامام الحسين وضعهم بمن بعدة اختبارات اذكرت لك بعض منهم في يوم ال يوم الاصحار لكن اخر ما سمع هلال كلامه مع الامام الحسين مع العقيلة وهو كان حرس على الباب يخشى على الامام الحسين من الغدر ذهب الى الانصار وقال لهم ان العقيلة تستفهم تسأل اخاها ابو عبد الله الحسين تقل له انت اختبرت اصحابك خاف يسلموك وقت النزال جمع الكل حبيب ابن مظاهر ووقفوا و صار الكلام الى اخر اهنان هذا اخر اختبار قبل الصباح خرج الامام الحسين سلام الله عليه و ايضا كلمهم وبشرهم بحيث بطريقة الخاصة كشف لهم الغطاء ورأوا ورأوا منازلهم في الاخرة كان مع الواقفين من القاسم بن الحسن عمره 13 14 اكثر اقل لم يرى منزله في الاخرة رجع الى امه مغموما امه ان عمي الحسين ارى اصحابه واهل بيته منازلهم في الاخرة الا انا لعلي لا اوفق الى الشهادة مسكته وذهبت به الى ابي عبدالله الحسين قالت له سيدي ابا عبدالله هل سمعت ما قاله القاسم انه لم يرى منزله في الاخرة كأنه لا ينال شرف الشهادة معك نظر اليه ابو عبدالله الفسين قال بني قاسم ماذا يعني لك الموت قال يا عم انه احلى عندي من الشهد ويترجى ويتمنى على الحسين ان يأذى له حصلت الموافقة خرج القاسم سلام الله عليه وهو ابن الحسن خرج له منقبتان كبيرة بالنسبة لعمره دائما في القلب ماذا تكون راية الجيش الراية تكون في القلب القاسم سلام الله عليه على صغر سنه هجم على القلب واقترب من الحامل الراية اللواه يريد يكسره لان من تنكسر ينكسر راية الجيش يعني الجيش انكسر لم يصل اليه قتل خمسة وثلاثين نفرا وتقول هذه المنقب الأولى والثانية هذه الجموع الغفيرة انقطع شسع نعله ولا يبالي بالجيش نزل يصلح يعمل بإصلاح شنو نعله جاءه اللعيم ضربه على رأسه سقط على الأرض وجاءه أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه الإمام الحسين يأتي على جواده مع الشهداء ويرجع بالجواد أما مع القاسم سلام الله عليه رجع الجواد لوحده إلى المخير لماذا أكو حالة استخراب في عسكر الحسين وبالذات العلويات والهاشميات أن الإمام الحسين لم يأتي جواده جاء فارغا لحظات ويأتي أبو عبد الله وحاملا القاسم على صدره ورجلاه تخطان في الأرض جاء به إلى خيمة الشهداء إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم بحق غريب كربلا شاف وعاف جميع المرضى يا الله ارحم موتاهم المؤسسون تقبل اللهم عملهم الحاضرون تقبل اللهم عملهم واستجب لدعواتهم يا أرحم الراحمين بقضاء حوائجه وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان نهدي للجميع ذواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة او اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة